الشرايين اللي هي المكان تاع المشكلة متكونة من عدة طبقات هي أنابيب طولها لو جمعنا كل الشرايين والأوعي الدموية في الجسم في خط مستقيم واحد بنحصل على 100 ألف كيلومتر يعني بنلف الكرة الأرضية فيها مرتين ونص تا نخلص الشرايين من طولها الشرايين متكونين من عدة طبقات خمس ست طبقات بتكون الشرايين الأنابيب هادي هذه الطبقات بيكون فيها الطبقة الرئيسية اللي هي الداخلية العضلات عضلات ملساء بتعمل عملية حركة والطبقات الثانية الخارجة في طبقة غشاء بروتيني كمان معمول من الكوليسترول والطبقة الداخلية من الأنابيب هادي بتكون طبقة ملساء زي الشي ناعم كتير عساس تسهل سيران الدم وامتصاص المواد من الدم لبرة هلأ ثلاث طبقات وبين كل طبقة والتانية زي أنابيب بيكون فيه مادة لازجي مادي تسهل حركة الشرايين هادي تسهل الحركة لأنه الشرايين عنصر فعال يتحرك يتحرك بنظام عصبي فيه حركات لولبية انكباضية كل طبقة بتتحرك على حداء عشان هيك فيه المواد اللازجي هادي فهذه الحركة هادي بدها عصاب قوية هادي الحركة بدها حركة تانية حركة بدنية عشان هيك موضوع الحركة مهم كتير في البرنامج العلاجي هادي تفهموا قديش مهمة الحركة بدون حركة بدون تحريك العضلات هادي تحت الشرايين في الشي يعني ايش ما يكون فيه عندنا في الدم حيترصب فيه أملاح حيترصب فيه كوليسترول حيترصب فيه سكر حيترصب اذا المشكلة مش في الكمية بالدرجة الاولى المشكلة في عملية التوصيلات هادي من في الدم وعملية نشاط للدورة الدموية والشغلة التانية كمان الحركة ما هي مش بس حركة وتسريع فيه دوران الدورة الدموية كمان هي حركة للعضلات يعني حركة للشحوم حركة للكوليسترول تغفيف للضغط كله بسبب حركة العضلات اللي هي كمان هتساعد في انكباضاتها على تحريك الدورة الدموية لانه العضلات هي مضخات زي القلب عن طريق انكباض وانبساط انكباض وانبساط بالضخ الدم من هالشرايين وهالأوردة وخصصا الأوردة الفقيرة اللي ما فيها انكباضة انكباضات كتيرة زي الشرايين وما في ضغط يضغط من القلب عساس يمشي الدم الأوردة بتكون تعتمد أكتر على حركة العضلات فحركة العضلات اننا نحركها يعني نمشي نتحرك نرفع دينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة